اشتركوا في القناة الاولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 باصدار سندات التنمية النصان الاتيان مادة واحد يؤذن لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في ان يصدر في مملكة البحرين او خارجها اذنات على الخزانة العامة وسندات تسمى سندات التنمية وادوات تمويل متوافقة مع الشريعة الاسلامية في حدود 15 الف مليون دينار وذلك وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا القانون المادة الثانية تكون اذنات الخزانة وسندات التنمية وادوات التمويل المشاري اليها في المادة السابقة لحاملها او اسمية وقابلية التداول وتستهلك في المدة المحددة في بيان الاصدار ويكون لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي ان يصدر تلك الاذنات والسندات وادوات التنمويل سواء بالدينار البحريني او بعملات قابلة للتحويل كما يكون له ان يعيد اصدارها مرة اخرى بدلا من المستهلك منها بحيث لا تزيد قيمتها المتداولة في اي وقت على 15 الف مليون دينار